إذا بدك تعمل حركة حلوة على جوالك تعال قرب كمان شوي لا دخلت بعيني هيك أنت مش لها الدرجة خليك معي أكيد كلكم سمعتوا بكلمة ويدجت هي عبارة عن برمجية ممكن تخذها وترميها على سطح المكتب أو سطح الهاتف وبتعمل إجراء معين لكنه بالعادة بكون محدود أنا جايب لكم اليوم برنامج أو تطبيق بيعمل ويدجت بطريقة لطيفة جميلة بيخليك تتفاعل معها أكثر اسمه تطبيق material photo widget وهو مجاني أول شي بدك تختار شكل الوجت بعدين تقدر تضيف مثلا صور وإحنا بنحكي عنه صور هون لأن اسمه أصلا material photo widget بتضيف صور قد ما بدك من أي آلبوم بدك يا خليهم مرتبين بالطريقة اللي بدك يا وطبعا تختار action button بحيث أنه لما تضغط على هاي الوجت يعمل action معين وحتى لو عملت الوجت وثبتها ممكن تعملها edit فما تخاف يعني ممكن تضيف تشير تغير البدكية والنتيجة النهائية شكل جديد على سطح المكتب ممكن يعطيك تجربة مختلفة إذا بتسافر كثير أو بتحب السفر كثير أو بتسافر مع عيدك كثير جبتلك تطبيق سحري أنت رح تحبه زوجتك رح تحبه يمكن حتى قرائبك بالعادي لمنسافر بلملش نكتب على ورقة وقلم ممكن نكتب على الحيط شو الإجراءات شو الأشياء بناخدها شو رح نعمل أوراق الجوازات المصاري أشياء الحمام كل إشي بدك بخطر ببالك تبلش تكتبه إحنا أنا مثلا بكتب على لوح أو على نوتس ولكن طلع فيه تطبيق بيرتب لك هاي الشغلة بكل سهولة اسمه الباك ميت رفيق السفر النسخة المجانية بصراحة ممتازة وفيه طبعا نسخة بفلوس إذا بدك أشياء إكسترا وأنا بأكد لك زوجتك رح تحب هذا التطبيق أول إشي بدك تحدد له الوجهة إلى أين السفر وبدك تحدد له نوع السفر هل هو يعني استجمام أو رحلة عمل وما إلى ذلك بعدين بدك تضيف الأمور اللي بدك إياها تكون جاهزة عشان السفر شوف سهولة الإجراء وسهولة الاستخدام طبعا التطبيق رح يعطيك دائما أبديتز قديش أنت أنجزت من المهام اللي لازم تنجزها فأنت دائما عارف وين وصلت وكل إشي بتنجزه فأنت بتعمل كليك عليه أنه خلص تشك هذا تم إنجازه صراحة من أكثر التطبيقات اللي عجبني أسهل طريقة في العالم لنقل ملفاتك ما بين الآيفون أو الأندرويد أو العكس رح تكيف على هذا التطبيق أنا من الناس اللي كنت أعاني أني أنقل ملفاتي ما بين آيفون وأندرويد أنا عارف أن فيه تطبيقات كثيرة بس هذا التطبيق لحد اللحظة هاي بالنسبة لي أفضل تطبيق ممكن تستخدمه لنقل كل بياناتك ما بين هذا الجهاز أو هذا الجهاز هو مش بس آيفون كمان وأندرويد ممكن حتى من أندرويد لويندوز أو يعني أي جهاز آخر أو operating system مختلف فهذا التطبيق بصراحة يستحق إنك تشتري بفلوس لكنه مجاني اسمه Local Send هسه هسه بدك تنزله روح على جوجل بلاي ونزله وما تخاف وبدك تنزله على جهازينك الآيفون والأندرويد وبدك تكون على نفس الشبكة الواي فاي بس هذا مطلوب منك وراح تخلي جهاز يستقبل هو الرسيفر وجهاز هو السندر يبعث بكل بساطة والجهاز اللي بده يبعث بتروح تختار الملفات اللي بدك تبعثها وبعدين رح يطلع لك الجهاز اللي بده يستقبل تقدر تغير أسميهم عشان ما تتخربط كل جهاز سميه باسمه وحط اسمك معهم عشان يعني يصير واضح وبعدين اعمل Send شوف السرعة أنا متأكد إنه عجبك التطبيق حتقول لي قديم لا ولا ما هو قديم بالله عليك إذا عجبك أكتب أكتب كيف تعلم زوجتك أو والدتك تحل مشاكل التلفون عن بعد عندي حل من أكثر المشاكل اللي أنا بتواجهني إني بكون مسافر وبترن علي مثلا زوجتي أو حتى أمي إنه في عندها مشكلة بالتلفون ومش عارف شو تسوي والموضوع بيكون بسيط فبدك تفرجيها اعملي كذا اعملي كذا لكن برضو صعب بيكون الحديث فلازم تفرجيها بالعين الحقي هاي الشغلي وعمليها هفي تطبيق بيقدر يخليك تفرجي الإجراء اللي بدك تسويه للشخص الآخر بطريقة سهلة طبعا هذا إحدى أسباب استخدام هذا التطبيق وممكن يعني للناس يستخدمه بطريقة مختلفة اسم التطبيق Screen Streamer تفتح هذا التطبيق على جهازك حتتلاقي عندك خيارين إما Local وإما Global Local يعني عندك جهاز بدك تعمل عليه Streaming بنفس الشبكة اللي أنت فيها وأنا بد أفضل لGlobal إن أنا مسافر فبختار Global راح يجهز لي زي موقع أو Web Address هذا الWeb Address بدي أفتحه وين على الجهاز الثاني فبدك تعلم الشخص الثاني يفتح هذا الإشي بدي يكون معاه User Name و Password بس فبيفتح هذا الجهاز و User Name و Password بيصير يشوف عنده على جهازه الإشي اللي أنت بدك تسويه فبدك تفرجي زوجتك كيف مثلا تنظف تشيل الكاش لتطبيق معين معلق تعمل حركة هاي بتشوف هي الإجراء بس تخلص هي بتعمل على جهازه إذا أنت محتار كم قدرة الشاحن اللي عندك عندي حل إذا أنت محتار الشواحن اللي عندك في البيت كم راح تعطي تليفونك وات أنا عندي الحل عشان تعرف ركز معي في تطبيق اسمه Ampere وأرح من اسمه شو بدي يسويه صح راح يفرجي قديش Ampere بيعطي هذا الشاحن لهذا التليفون ورح أعمل سلة التجارب راح أشبك أو شيء لابتوبي وأشحن تليفوني ونشوف قديش الرقم الباطي كم أمبير بيعطيني طبعا عندك تفاصيل بالتطبيق بيشرح لك عن كم أمبير عماله بيأخذ تليفونك من مثلا هذا اللابتوب ومن ثم راح أجرب أستخدم شاحن بقدرة مثلا 40 واط وقديش بدي يعطيني هيختلف الرقم وبعدين راح أجرب أستخدم شاحن أقوى هيعطيني رقم أكبر هل هذا موضوع حيفيدك كثير شوف لا تقلق من الموضوع الشاحن كل تليفون عنده القدرة يأخذ من أي شاحن الطاقة اللي بتناسبه فما تقلق كثير لكن هذا فور فون فاستمتع وإذا عجبك هذا المحتوى احكيلي وعمل لي فولو وكومنتسو لايك وشير إن شاء الله عشان نعمل محتوى أكثر شكرا جزيلا